طبابة ألف مع سامي البيروتي العيادة المسموعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم مستمعينا وحبايبنا في كل مكان مستمعين ألف ألف أفأم الموجة السعودية يهلا فيكم طبعا بحلقة جديدة من برنامجكم الطبي وعيادتكم المسموعة برنامج طبابة ألف اللي يجيكم من يوم الأحد للخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرا وإذا كنت بتسمعنا الآن عن طريق الراديو أكيد تقدر تكمل استماع للحلقة عن طريق الأب حمل الأب من الأب ستور أو من البلاي ستور أو رح مباشرة على الموقع www.000fm.com كيف رح تتواصل معنا؟ رح تتصل علينا أكيد تطرح سؤالك أو استفسارك في حلقة اليوم على أرقام التواصل 0-1-2-1-6-1-6-0-1-1-2-1-7-85-85 أكيد كمان تقدر تشارك نعم طريقة كيف ينمو الشعر أو دورة نمو الشعر؟ هل في أنواع لتساقط الشعر؟ يعني مو أكيد مو كل الناس سبب التساقط كمان يكون واحد إيش كمان أحدث العلاجات في مجال التجميل تحديداً لتساقط الشعر؟ تفاصيل طبعاً كثيرة كلها رح نتعرف عليها من خلال الدكتورة عزة سليم أخصائية الجلدية والتجميل والليزر في عيادات شمس وعضو الأكاديمية الأمريكية للتجميل مساء الخير دكتورة عزة؟ مساء النور يا سميع عليك وعلى متابعينك أهلاً بيك أهلاً وسهلاً طبعاً قبل أن نبدأ الحلقة لكل اللي حاب يستفسر يحجز موعد في عيادات شمس تحديداً يقدر يتواصل معهم عبر أرقام التواصل 054-202-066 أو 012-733-293 أو 012-767-33-292 وبالإضافة أكيد لأنكم أكيد ما هتبت تفوتوا أنكم تتابعوا دكتورة عزة على سناب شات وإنستجرام بجانب بنك سامبا حلو بما أنه فعلاً اليوم موضوع مهم للكل سيدات ورجال كلنا مؤخراً بنعاني من تساقط الشعر وطبعاً بغض النظر على الأسباب الكثيرة والمختلفة فخلينا بالبداية نتعرف دكتورة عزة على دورة نمو الشعر أو أجزاء الشعر الشعر يا سامي بتنقسم لأربع أجزاء فيه الفان الفانديبلام والإثمس والستيم اللي هي الراس الشافت بتاعت الشعر أو البادي بتاعت الشعر فيه الهير بلب اللي هي جزر الشعر أو الاسم الدار مالبابلي دي الأجزاء بتاعت الشعر طبعاً لما بيكون فيه تساقط بنعرف أنواع التساقط من الشعر المتساقطة دي سواء كانت لها جزر وقع بالجزر بتاعها أو بدون جزرها حلو طيب كيف يعني ممكن نقسم برضو أنواع تساقط الشعر إذا ربي تساقط شعري والزميلتي بيتساقط شعرها هل بيكون نفس النوع ولفي أنواع مختلفة فعلاً لتساقط الشعر أو أسباب وراء هذا التساقط طبعاً أسباب كتير للتساقط وفيه حاجات منها مهمة جداً أو يعني من الأسباب الرئيسية لكن بنكلم الأول عن دورة نمو الشعر الشعر فيه دورة لنمو بتاعه اسمه أول حاجة الأنجين الأنجين دوت بيفضل الشعر ينمو 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 لسنوات طويلة بعد كده الشعر ديت بتتحول إلى كاتاجين الكاتاجين دوت يعني الشعر بتبدأ تموت لما بتموت الشعر بعد كده بتدخل في رستينج أو فيز لا بينمو فيه شعر ولا بتساقط فيه شعر اسمه التالوجين الأنجين هو ده اللي احنا بنبقى كلنا عايزين شعرنا يفضل في فترة الأنجين أطول فترة ممكنة ينمو الشعر وما يتعرضش للتساقط ويفضل سنوات طويلة من غير ما يتأثر أو يتساقط أو يتكسر حلو جميل طيب هذا بالنسبة لدورة نمو الشعر تحديدا طيب بالنسبة لفيتامينات أساسا يعني الفيتامينات المهمة للشعر اللي لازم احنا فعلا نحافظ على أن نأكل أشياء فيها هذه الفيتامينات أو هذا العناصر طبعا البيوتين مهمة جدا للشعر الزنك فيتامين بي بصفة عامة فيتامين اي لكن برضو بناخد بالنا فيتامين اي لا يكون عالي جدا ولا يكون أولي جدا لازم على طول نبقى واخدين حذرنا من الهايبر فيتامينات ضر ونقصانها جدا ضر بناخد طبعا الفيتامينات ديت عن طريق الأكل الأكل الصحي اللي بيعمله ضايت قوي أو اللي بيعمله تكميم في المعدة دايما عندهم نقص في البيتامينات ديت وبيتم التساقط بسبب النقص في البيتامينات فعلى طول لازم ناخد بالنا من البيتامينات للشعر حالو جميل طب بالنسبة لأنواع التساقط كمان دكتورة هل ينجسم لأكثر من نوع؟ كتير أنواع التساقط ده أهم نوع منها اللي هو النوع الهرموني ده بيبقى أكثر سبب بيأثر على الرجال والنساء بنقول أنه هو فيسيولوجيكال في الرجال لأنه معظم الرجال بيبقى عندهم الهرمون الأندرجين أو التستوستيرون ده بيبقى عالي طبعا أكثر من السيدات وبالتالي بيتساقط الشعر عندهم معظمهم 80% منهم بيتساقط الشعر عندهم بعد البلوغ لحد سن 70 سنة بيقى مستمر التساقط طبعا إحنا بنحاول نأخر لهم التساقط ده بالجلسات أو بالعلاجات وطبعا بيعتمد عليه عمل وراسي كبير جدا لازم نسأله على عمه وخاله وولده تساقط عندهم تساقط الشعر أو الصلع كم نسمة قد إيه السيدات نفس الكلام الهرمون الأندرجين بيبقى موجود عندهم بيأثر عليهم في التساقط في فترة عمرية معينة طبعا لازم تلقى للعلاجات بشكل سريع حالو طب كيف لو أنا بعرف فعلا نوعية التساقط اللي أنا عندي كيف يتم التشخيص أو كيف يتم التشخيص للنوع الهرموني تحديدا طبعا بتيجي العيادة النوع الهرموني تحديدا بيبقى عن طريق الكشف كلينيكل الدكتور بيعرفه تماما من عن طريق الكشف بتبقى في السيدات حاجة اسمها كريسمستري يعني الشعر بيتساقط من فوق من المنطقة المنتصف في الرأس من منطقة الفرق اللي بتعمله في الوسط بيبدأ يحصل تساقط في الرجال بيبقى لي كذا بترن أو كذا شكل للتساقط طبعا في السيدات ما بيقعش الانتيرور هيرلاين أو المقدمة الخط الأمامي للرأس مش بترجع على وراء لكن في الرجال تبدأ المقدمة الخط الأمامي دي ترجع على وراء يبدأ يحصل تصلع من الناحيتين أو من المنطقة اللي في المنتصف الرأس أو من الخلف طيب حلو خلينا كمان نتكلم في علادات الخاطئة أحيانا اللي احنا بنسويها هل فعلا كثرت أحيانا تمشيط الشعر ممكنها تكون من أحد مسببات التساقط هو تسرة التمشيط مش هي سبب الرئيسي للتساقط يعني أحيانا بتكون واحدة شعرها بتساقط كتير فتوقف الهبت بتاعتها الهبت بتاعتها مثلا إن هي بتسرح شعرها مرتين أو ثلاث مرات في اليوم تبدأ تقول لا أنا هوقف تسريح شعري علشان ما يحصل ليش تساقط وتبدأ تسرحه مثلا مرة كل أسبوع أو تغسره مرة كل أسبوع وبالتالي يقع شعر كتير وبالتالي هي تتخض وتخاف وتجيب شعرها كله اللي واقع في الفرشة وتيجي تقول أنا شعري بيتساقط بشكل رهيب الطبيعي إنه الشعر بتساقط في اليوم حوالي مئة شعر فده طبيعي جدا لكن لو زاد عن كده زاد عن متين شعر في التساقط اليومي إحنا بنقول وقتها إنه ده تساقط شعر في طرق اللي تتشف على الشعر في العيادة الطبيب بيعرف بيها تست معين اسمه البولينج تست يعرف عن طريق شد الشعر إنه الشعر ده بيتساقط أو لأ في أجهزة معينة طبعا للكشف على الشعر زي الدرموسكوب أو ترايكوسكوب بنعرف بيها الشعر ده إيه سبب التساقط بتاعه ممتاز مستمعين أكيد رح نكمل موضوعنا اليوم في طبابة ألف وأكيد تقدر تواصلوا معنا وتطرحوا أسئلتكم واستفساراتكم على أرقام التواصل 012-61-61-100-01-217-85-85 وراجعين طبابة ألف مع سامي بيروتي العيادة المسموعة رحل فيكم من جديد مستمعين طبابة ألف مكملين أكيد موضوعنا عن تساقط الشعر مع دكتورة عزة سليم من عيادات شمس خلينا نروح للاتصال من الأخ علي على السريع طيب قبل طبعا لنرجع الاتصالات مرة ثانية حاب أذكركم أكيد لو حابين تستفسروا أو تحجزوا موعد عن ديادات شمس تحديدا عن دكتور عزة سليم تواصلوا معاهم على الأرقام التالية 054-202-066 أو 012-67-33-293 أو 012-67-33-292 تقدروا كمان تتابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا عن سناب شات وإنستغرام سناب شات D-R-A-Z-A-S-A-L-E-M وإنستغرام D-R-D-A-Z-A-S-A-L-E-M موقع عيادات شمس في مدينة جدة طريق الملك تقاطع شارع حراء جنب بنك ساب قبل الفاصل دكتورة كنا أو سألتك تحديدا عن أنواع تساقط الشعر وتحديدا ذكرتي النوع الهرموني حكينا عنه أكثر اشرحينا عنه أكثر كيف قلتينا كيف يتم التشخيص كيف يتم العلاج أيضا لهذا النوع تحديدا عن التساقط النوع الهرموني اللي هو الأندروجينيك تعتبر أندروجينيك ألوبيشيا الأندروجينيك دوت اللي هو تبع هرمون التستوستيرون التستوستيرون طبعا بيكون موجود في الرجال والسيدات بيكون طبعا موجود في الرجال بكمية كبيرة بيعمل تساقط قلنا زي ما قلنا في الأول لأكثر من 80% من الرجال وأكثر من نص السيدات بيكون عندهم تساقط في الشعر بسبب النوع الأندروجينيك دوت الأندروجين يبدأ يحول التيرمينال هير إلى فيلس هير. التيرمينال دوت يعني شعر سميك. الشعر السميك بتاعنا يبدأ يحوله إلى فيلس. يا فيلس يعني شعر خفيف رفيع جدا يعني ضعيف الشعر دوت بيتحول للنوع الفيلس. ده عن طريق إنزيم معين موجود اسمه الفايف ألفردكتاز. الفايف ألفردكتاز دوت لو إحنا حاولنا أن إحنا ندي أدوية تعمل إنهيبشن الهيرمون للإنزيم ده بيبدأ يقل تحويل التستوسيرون اللي هو المسؤول الأساسي عن ضعف الشعر أو تساخط الشعر ده. طبعا العلاجات دي تبقى متوفرة عند الأطباء ولازم ياخدها تحت إشراف طبي كامل. لازم يتم تشخيص كامل للحالة يتم تشخيص ممتاز عن طريق أجهزة عن طريق كشف طبي دقيق يعرف بي السبب التساقط ويشخص الحالة ويبدأ يدي العلاجات. العلاجات دي تكون تحت إشراف طبي لفترات طويلة بيصبر فيها المريض معنا يصبر فترة ست شهور على الأقل عشان يلاقي نتيجة جيدة طبعا بنعمله تحاليل بنعمل تحاليل معينة. التحاليل دي أكتر بتكون للفيميل أو للسيدات الرجال غالبا مش بيحتاجوا التحاليل. السيدات بنحتاج لها السيروم في الريتين اللي هو الحديد أو مخزون الحديد في الجسم بسبب أنها دايما أو غالبا بيحصل عندها iron deficiency anemia اللي هي أنيميا في الجسم بنحتاج كمان تحاليل السي بي سي اللي هو صورة دم كاملة بحيث نحن نعرف الهيموجلوبين بتاعها والحديد طبعا بنحتاج نعرف هرمون الغدة الدرقية اللي الغدة الدرقية بتأثر كثير على تساقط الشعر سواء زيادة الهرمون أو نقصانه بنحلل كمان التستوستيرون للسيدات والرجال حالو جميل عند الاتصال من الأخ أحمد نقول له مساء الخير سلام عليكم وعليكم السلام ياهلا فيك أخي تفضل الله يا أحمد بكي أخي أنا عندي تساقط في الجبهة الأمامية بس خلف ما في بس قدام في فما أيش أفضل أستخدم شمبو استخدمت حطيت أدوية ما نفع كثرة تساقط الشعر أخ أحمد أهلا بيك تساقط الشعر من الجهة الأمامية بيكون غالبا زي ما تكلمنا دلوقتي غالبا أندروجينيك ألوبيشيا أو تساقط هرموني المفروض حضرتك تعرض نفسك على أقرب طبيب بيكتب لك بيكتب لك علاجات محددة غالبا بيكون داخل فيها المينوكسيديل ابدأ سريعا في علاج التساقط قبل ما يخف الشعر تماما ويقعد فترات طويلة أو سنين طويلة يكون مات الجزور بتاع الشعر وتحتاج بعد كده لزراعة في جلسات ممتازة في العيادات بتبقى جلسات بلازمة جلسات ميزو ثيرابي جلسات خلاجة زعية ودي أحدث نوع من أنواع العلاجات إلقاء ليها سريعا علشان تلاقي تحسن سريع تحفظ على شعرك أطول فترة ممكنة من السنين طبعا هذه كل الطرق العلاجية لذكرتها دكتورة عزة رح نتكلم فيها بعد شوي كمان في اتصال من الأخ علي نقول ألو مساء الخير مساء النور يا هارة فيك تفضل الله يكرمك وختي نوعا لنفضل عندي سؤال للدكتورة أنا ليه فترة طويلة يتصاقط شعري وحاليا يعني أقدر أقول ما فيه الشعر على الجوانب يعني هل فيه حل ولا على طول زراعة لو فترة أكتر من عشر سنين أخ علي بتحتاج زراعة لبنى الفوليكل نفسها ماتت الشعر لو عندك شعر كويس ورا في المطقة الخلفية بتكون الزراعة سهلة إن شاء الله وبسيطة بناخد الشعر دوت وبنزرعه بطرق معينة طبعا طرق حديثة للزراعة حاليا اسمها خاصة اسأل عن التقنية ديت في زراعة الشعر بيزرعو لك من ألف لثلاث ألاف شعر المهم يكون متوفر عندك شعر كافي في المطقة الخلفية من الرأس بيتزرع بياخد ساعات طويلة للزراعة بيتزرع وبيحصل نتيجة طيبة إلا إذا كان الشعر لسه متساقط عندك من أقل من خمس سنين نبدأ نحاول معاه بالبلازمة والخلال الجزعية والميزو ثيرابي أنه يبدأ يطلع تاني شعر جديد بدون زراع حلو طيب بالنسبة لنرجع لموضوع العادات أمهاتنا طبعا زمان والآن لسه في بعض الأمهات طبعا أكيد تحياتنا لهم لما تكون البنت رايح المدرسة بيشدوا شعرها مسكينها الآخر يعني فهل هذا التصرف فعلا ممكن يكون لي تأثير على نمو الشعر خاصة لأنه في السن صغير يعني أو ممكن يكون سبب كمان ده سبب سبب تاني يعتبر تاني سبب لتساقط الشعر اللي هو اسم تراكشن الألوبيشيا شد الشعر أحيانا بيكون مرضي المريضة نفسها هي اللي بتبدأ تشد شعرها تلفه حوالين صبعها وتقطعه وده بيكون سبب مرضي أو نفسي أحيانا تانية بتكون الأمهات نفسهم بيبدأوا يشدوا شعر البنات علشان تبقى شكلها أجمل أو شكلها مرتب البكلات أو التوك اللي هي بتبقى أو المطاط اللي بيبدأ بيشد الشعر بقوة ده بيقلل الشعر وبيبدأ يضعفه من الأمام الشعر دوت لما بيقع بيكون ريفيرسابل أو الريفيرسابل يعني في الفترة الأولينية بيكون ريفيرسابل يعني بيقع الشعر لو اهتمت الأم وشافت أن الموضوع دوت يرجع بيرجع تاني لكن طبعا لو أهملت واستمرت سنين وسنين الشعر ده بيبقى خلاص ويتكون مكانو سكار زي خلاص تليف ما يطلعش بدلو شعر تاني مهما نحولت بعد كده لما تكبر تعالجو طب ننصح الأمهات كلهم نسيبوا بناتكم على رحاتهم نسيبوا شعرهم مفروض الله يا أمي كانت شد شعري شدة مطيبة حلو الله يتكرها بالخير أكيد تحياتنا الوالدة نقول لألو مساء الخير للأخت أوصاف ألو سهلا وعليكم السلام تفضلي مساء الخير مساء الورد تفضلي عندي إحدى قريبات عامها 25 سنة لكن طلع في شعرها يعني الشعرات بيضة يعني ما هو يعني أسباب الشيء المبكر حد أسأل الدكتورة هل هناك أسباب أيضا هل يعني إذا أغطي الشعر اثناء النوع يكون السبب تساقطه في بعض الناس يغطي الشعر يغطي الشعر أثناء النوع أيضا فيه نوع الزيت يعني تنصحنا فيه الدكتورة لمنع السقوط شكرا لكي أكيد راح نتكلم في البدائر الطبيعية بعدين الدكتورة بعدما نتكلم عن التطور في العلاج كمان الآن صار في علاجات ممتازة لتساقط الشعر حلو بالنسبة للسؤال الأول كان عن الشيب أوصاف لسأل الشيب هو الشيب دوت وراسي وأحيانا غالبا كتير بيكون نتيجة الاسترس أو الحالة النفسية أو الحالة العصبية فمنحاول نحن نهدي نفسنا ونبدأ عن الاسترس والتوتر التاني سؤال سألت عنه البدائر الطبيعية لا تغطية الشعر تغطية الشعر ده طبعا عمل كبير بسبب التساقط يعني كفاية نحن نغطي شعرنا بره لكن في النوم نسيبه نسيب التهوية بلاش نكتمه بالزيوت زيوت بتسبب التساقط بالعكس لو هي حبت أنها تحط زيوت أو بدائر طبيعية يبقى ساعة فقط وبعدين يتغسل لكن ما بتحطش عليه على طول بحيث أنه بيكتم المسامات بتاعت الشعر متقدرش تتنفس متقدرش تنمو ومتقدرش تبقى تنمو الطريقة طبيعية هذه مشكلة البدائر الطبيعية أحيانا الناس تخدمها استخدام خاطئ يعني كثير من اللي حولي كانوا استخدموا الزيت بطريقة أنها تنام فيه خطأ فهو أكيد خطأ حلو طب بما أنك ذكرت كمان دكتورة موضوع التوتر تحديدا ففعلا أحيانا يحطى تساقط الشعر عند النساء في فترات معينة مثلا بعد الولادة أحيانا بعد العمليات أو التعرض للتوتر زي ما ذكرتي هذه الحالة تحديدا خلينا نعرف عنها أكثر جميل ده نوع ثالث يسمي نوع التساقط اسمه تلوجين إفلوفيوم بيكون تساقط الشعر تيمبراري أو لفترة محددة وبعد كده بيرجع تاني ينمو سواء خدت علاج أو ما خدتش علاج يعني بينمو لوحده تاني السبب بيكون فيه الحمل والولادة والسترس والحالة النفسية زي ما ذكرنا وأحيانا بيبقى بعض العمليات اللي بتتعب بتتعب النفسية برضه وأحيانا السخونة الشديدة بعض الأحيان بيكون أخذ موانع الحمل الحبوب بتبدأ برضه تعمل تساقط في الشعر أو لو جالها التهاب مزمن أو زي ما قلنا العمليات الكبيرة أو بعد الولادة بيرجع الشعر بعدها يتحسن بدون علاج أو بتاخد علاج بحيث أنه ما يقعش تاني أو يتحسن منه يتحسن احنا قلنا الطبيعي أنه بيقع مية شعرة في اليوم لو أكتر من كده هو ده اللي بيتعب نفسيتها وهو ده اللي بيخليها تجري على الدكتور بشعرها اللي بيتساقط وتبدأ تاخد العلاج بنكشف عليه بناخد كده واحد سنتي في واحد سنتي من الشعر بنبدأ نعمل شد للشعر في المنطقة دية بنشوف كم شعرة تساختت في إيد الدكتور الطبيعي بيكون من اثنين لخمسة شعرات يتساختوا في إيده لكن لو زادت عن ستة شعرات بيبقى ده فعلا تساخت في الشعر وفعلا لازم تضطر أن هي تبدأ تاخد علاج لأنه يحصل بعد كده شعرها تبقى خفيفة بس من بره ما فيهش مضلة ما فيهش شيء من قوة يحميها طبعا فيه أجهزة متطورة بنشوف بيها الكلام دوت موجودة عندنا في العيادات بنشوف بيها الشعر دية إيه سبب تساقطها ومنعالجها على طول ممتاز ممتاز مستمعينا أكيد رح نكمل معاكم باقي طبابة ألف لكن أهم شيء تحضرها سئلتكم واستفساراتكم عشان بعد الفاصل تواصلوا معنا على 0121 61 61-01-1217-85-85 لطرح أي سؤال واستفسار على الدكتور عز سليم فاصل وراجعين طبابة ألف مع سامي بيروتي العياد المسنوع رحل فيكم من جديد مستمعين طبابة ألف مكملين موضوعنا اليوم مع الدكتور عز سليم عن تساقط الشعر طبعا لأي طرح أي سؤال واستفسار طبعا خصصنا أكيد هذا الجزء من الحلقة عشان تطرحوا أسئلتكم واستفساراتكم على 012-61-61-100 011-217-85-85 أو تشاركون عبر الاسم على STC 85-1040 موبايلي 66-03-01-7013-13 قبل الفاصل دكتورة ذكرتي تحديدا موضوع الأجهزة اللي صار فيه أجهزة بتكشف على الشعر نفسها إنها ذات كفاء إن شعر فيها مشكلة أو ما في مشكلة أو سبب التساقط تحديدا أو النوع فهل هذه فعلا الأجهزة كفاءتها عالية في الكشف أو في التشخيص؟ طبعا لها كفاءة عالية طبعا أهم حاجة الكشف بتاع الطبيب يعني الكلينيكل هو الطبيب الوحيد اللي يعرف يفرق بين أنواع تساقط الشعر عشان يعرف يدي العلاج المناسب الأجهزة بتبقى مساعدة كلينس قوية أو عدسة قوية مكبرة أو كديرموسكوب اللي هو تريوسكوب مخصوص للشعر بيبقى العدسات فيه ماجنيفاينج بتكبر بأكتر من مئة درجة في التكبير أو ألف درجة في التكبير بتكبر درجات عالية جدا بحيث أن نحن نعرف بالضبط تشخيص الشعر ونديله العلاج المحدد ممتاز عندنا مجموعة التصالات قبل أن نكمل أسئلتنا نقول ألو مساء الخير أخ عبد الله ألو مساء الخير كم؟ ألو ألو سامك وعليكم السلام ياهلا وسهلا ياهلا بغت أستفسر بس الحين التساقط في بخاخ السموء في وجن هو يوقف التساقط أو يكتف الشعر وإذا تساقط الشعر مثلا عند الرجال وسبب الصلاعة وزكير واستخدمت علاجات يرجع للسعر يطلع ثاني مرأة ويحتاج جراعة أفجني أخ عبد الله بحسن الشعر جدا من العلاجات الممتازة اللي هو المانوكسيديل يعني من العلاجات الممتازة للتساقط لازم يكون تحت إشراف طبي كامل لازم يؤخذ فترة طويلة على أقل ست شهور لازم لما تيجي تبطلوا بتبطلوا بالتدريج جدا تحت إشراف طبي كامل عشان ما يرجعش الشعر يتساقط تاني طبعا ليه عامل كبير في نمو الشعر تاني الشعر اللي بتساقط بيرجع أكيد بالعلاجات يفضل أنت بتاخد معاه حاجات محفزة في العيادة بلازمة اللي هي البي أربي حقن البلازمة أو حقن الميزو ثيرابي أو حقن الخلايا الجزعية بيبدأ يكون أسرع نمو الشعر وطوله بتستمر على كده فترة طويلة إحنا بنقول على قلة ستة شهور عشان تاخد نتيجة ممتازة ممتاز اتصال ثاني من الأخ علي له مساء الخير مساء الخير يا مرحبا يا مرحبا فيك يا هلت بغيت أسأل الدكتور عن الكلمات التي توضع على الشعر بالإضافة إلى أني مرأت عند الدكتور قبل فترة قال فيتامين دال فما أدري هل لها دخل في الموضوع أو لا وشكرا لكم أخ علي الفيتامين دال ممتاز طبعا للشعر بس لازم أول تكشف عن نسبة فيتامين دال الأول في جسمك عشان ما يكونش نسبتها أصلا عالية أو مش محتاج لفيتامين دال الكلمات الشعر يفضل إن احنا بنقول تستعمل كلمات طبية أفضل من الكلمات التجميلية يفضل الشامبو الطبي يفضل بخاخات اللي هي المحفزة نمو الشعر غير عن المينوكسيديل تكون حاجات طبية تفيد في نمو الشعر تفيد في عدم التساقط أو توقف التساقط اتصال لآخر من الأخ محمد ألو مساء الخير ألو مساء الخير أختيك يا أهلا فيك الله يسلمك يا رفتفضل الله يعطيك العافيختي سواء أنا من زمان طبعا عاني من تساقط شعر ولا شبت لي عيحل يعني إيش العالي تنصح في الدكتور من زمان كم سنة كم سنة كيف كم سنة من زمان يعني حاولي سنة كده وشوي سنة وشوي ممتاز يعني مش وقت طويل تساقط الشعر بس دائم تساقط على طول مع الجشرة دكتور يعني إيش الحل لا يعني لا الجشرة يبقى لازم تتعالج الجشرة الأول لازم نوع من أنواع تعتبر الفطريات في الشعر لازم علاجها لازم تاخد علاج لها تحت إشراف طبي بتاخد العلاج سواء شامبو أو بخاخات بعد ما بتتحسن تماما أو بتختفي الإشراف من شعرك نبدأ نعالج التساقط دو بالبخاخات زي ما قلنا أو بالقلسات في العيادة معاه التسال لآخر من الأخالي أنه مساء الخير مساء النور ما شاء الله عندنا علي كثير تفضل بس بغيت أسأل عن تساقط الشعر من فوق الجابهة على الجوانب لي مين ولي صار يعني بالفترة الأخيرة صار يزيد تساقط الشعر يعني الجوم يرقى لفوق مع أنه يعني ما في ورافية الصلاة الوراثة كامل علشان تاخد نتيجة جيدة بجلسات في العيادة أو ببخاخات لو ما فيش مقدر على الجلسات في العيادة أو بالاتنين مع بعض كأجوفانت أو مساعدين لبعض بتاخد نتائج ممتازة طب بنسبة للتحاليل اللي ممكن نحن نسويها هل تعتبر التحاليل فعلا مهمة أنه نعملها بطريقة روتينية لتصحيح حالات التساقط وإش هي التحاليل المطلوبة تحديدا أول حاجة هي سامية السي بي سي مهمة جدا المعضة حالات التساقط نعمل لها السي بي سي أو صورة الدم الكاملة السيروم في الرتين مهمة جدا بالذات عند السيدات في السيدات بيكون الطبيعي بتاع السيروم في الرتين من 11 ل 307 في الرجال بيكون من 24 ل336 ده اللي هو مخزون الحديد في الجسم لازم نكون عاملين التحليل ده التستوستيرون كمان من التحليل المهمة الديهايدول التستوستيرون البرولاكتين في السيدات اللي بتشتكي من من تكاييسات في المبايد أو مشاكل في الهرمونات الثيروكسين أو الثيرويت فانكشن تست اللي هي المسؤولة عن الغدد الدرقية وهرمونات الغدد الدرقية أحيانا كتير بيكون ناس عندها الثيرويتكسكوز اللي هو الهرمون الغدد الدرقية عالي وأحيانا كتير بيكون ناس عندها غويتر أو نقصان في هرمون الغدد الدرقية زيادته ونقصانه بتسبب تساقط لازم يكون طبيعي لازم يكون مشخصين صح واخديني العلاقات السليمة حلو مستمعين رح تذكركم مرة ثانية بطرق التواصل لطرحي سؤالة واستفسار على 012-61-161-600-01-217-85-85-80 شاركونا كمان عبر الـ SMS على STC 8-5-10-40-66-30-71-70-13-13 دكتورة حابة أنك توضحي بس نقطة مرة مهمة لأنه فعليا من أكثر الاتصالات اللي بيجينا بيقول لك زمان ما ليه فترة التشخيص المبكرة والعلاجات المبكرة ايش تفرق للرجال والنساء يعني لما الواحد يكتشف فعلا مبكرة أنه تساقط الشعر هذا ما هو شي طبيعي فهنا ايش يفرق العلاج عشان كمان يعرفوا المدة اللي هي ممكن تكون أتوقع عشرة سنين بعد عشرة سنين في الأخير فيرد توضحينا هذه النقطة بنقول قبل خمس سنين يا سامية بيكون العلاج سهل ما حصلش irreversible damage ما حصلش تكسير كامل في الجزر الشعرة أو تليف حصل في الشعر إنه ما يقدرش يحصل النمو تاني في الشعر لأنه بعد خمس أو عشر سنين ممكن العلاج ما يجيبش نتيجة وممكن نلجأ للزراعة أيضا بعد الزراعة يعني حتى لو لجأ للزراعة بيبدأ ياخد برضو من أكسديل أو بخخات المخصوصة أو العلاجات المخصوصة لنمو الشعر بحيث أن احنا نحافظ على الشعر دوت إنه هيقع جزء منه بعد الزراعة وجزء الآخر لها يفضل موجود أو اللي هيوصل له او يوصل له شرايين تعمل له تغذية عايزين نحافظ عليه بالبخخات نحافظ عليه بجلسات البلازمة نحافظ عليه بجلسات الميزوثيرابي والخلايا الجذعية بحيث أن احنا ناخد أفضل نتيجة حلو طب بالنسبة للعلاجات اللي دوبك ذكرتها ميزوثيرابي بلازما الخلايا الجذعية اشرحيه لنا كل واحد على حده بأول شيء البلازما البلازما كيف فعالية هذا العلاج كمان البلازما بنقول إنه هي PRP أو العوامل النمو أو ده بناخد دم من العيان بكمية محددة بنفصله على خطوة أو خطوتين على حسب نوع الكت اللي احنا بنستعملها بناخدها نحقنها مباشرة بنحقنها على طول في الشعر في الفروة الرأس بيكون فيها بليتلت أو صفايح دموية بنسبة عالية جداً الصفايحة دموية دي بنعمل لها اكتيفاشن لما بيحصل لها اكتيفاشن أو تتحفز تبدأ تطلع عوامل نمو جوه الرأس الجوه الشعر أو جوه فروة الرأس بتبدأ تكون خلايا الشعر الكرتينوسايت أو الخلايا الشعر تبدأ تتكون من أول وجديد تبدأ تطلع شعر جديد تبدأ ندخل في الأنجين فيز أو نحافظ على الشعر في الأنجين فيز أو فترة النمو من دورة الشعر تفضل فترة طويلة في دورة النمو بتاعتها تفضل سنين طويلة بتنمو ما تتعرضش للتصاخط المبكر طب أي أحد يقدر يسوي علاج البلازمة؟ بلازمة جميلة فعلا للسيدات والرجال ما فيش فيها موانع إلا إذا كان حد عنده أنيميا شديدة ما يقدرش نسحب له دم ما فيش لها موانع بالعكس بتحسن الشعر وبتبقى جنب البخخات أو العلاجات أو الشامبو أو المسكوت بتاعت الشعر بتساعد كتير هي مع الميزوثرابي الميزوثرابي ده بيبقى مواد يحتوي على مواد مفيدة للشعر زي فيتامينات، زي بيوتين، مينوكسيديل أحيانا وفينا استيرايد أحيانا يحتوي على كفايين الحياة الجلدية كلها تزود البلاتصاب لاي نحن عاوزين نزود الدم الواصل للمنطقة ديت في الرأس بحيث أنه يبدأ يكون خلايا جديدة يبدأ يكون شعر جديد أو يمنع التصافض ده وينمو شعر جديد عندنا حالو طيب بعض الحالات في علاج البلازمة الشعر يعني فيه استثارات كانت كثيرة على موضوع البلازمة أنه بعد ما وقف الجلسة لا بيرجع يتساقط فهل فيه شروط معينة لمتابعة الحالة بعدها كيف ممكن الشخص يتم بشعره بعد تحديدا علاج البلازمة طبيعيا نحن نبقى عارفين الأول البلازمة ديت نحن نستعملها لأي نوع من تساقط الشعر يعني أحيانا بيكون تشفيص خاطئ بتستعمل البلازمة وبس لكن أحيانا التانية بيكون المفروض أن نحن نستعمل بلازمة مع بخخات معينة أو علاجات معينة النتيجة صحيحة وعلاجات الشعر بتطول نحن نقول على أقل ستة شهور الإنسان نازم يلتزم ياخد وقته الكافي ما يتعرضش الاسترس ما يفضلش يقول لا أنا باخد جلساته ما بيحصلش حاجة ما فيه شعر بينمو النتيجة يبدأ ياخدها بعد تاني أو تالت شهر يشوف نتيجة كويسة يصبر عليها ويصبر على العلاق هيلاقي تحسن كبير حالو مستمعين أكيد حذكركم بطرق التواصل معيادة شمس وتحديدا عن دكتور عزة سليم 054-202-066 012-67-33-293 012-67-33-292 هذه إرقام التواصل طبعا أكيد فيه مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بدكتور عزة سليم على سناب شات D-R-A-Z-A-S-A-L-E-M وعلى انستجرام D-R-A-Z-A-S-A-L-E-M وعيادات شمس تحديدا في مدينة جدة طريق الملك تقاطع شارع حراء جنب بنك سامبا فاصل أخير وراجعين طبابة ألف مع سامي بيروتي العيادة المسموح يا أهلا فيكم من جديد مستمعين طبابة ألف أكيد أذكركم بالطرق التواصل معنا اللي طرحي يسألوا استفسار على 012-160-160-100-1-1-2-17-85-85 قبل الفاصل دكتورة كنت تتحدثي عن أحدث العلاجات والجساد للشعر وذكرتي منها البلازما للشعر والميزوثرابي وباقي بس الخلايا الجذعية اشرحي لنا عن هذا العلاج أكتر ومين الأشخاص اللي المفروض يتجهوا لي هذا العلاج؟ الخلايا الجذعية تعتبر من أحدث العلاجات بتاعت الشعر عبارة عن gross factor أو عامل نمو بياخدوها من الفاتسل هي خلايا الدهنية بتبقى في مصانع محددة في الدول الأوروبية بياخدوا الفاتسل من متبرعين بالدهون اللي عندهم بياخدوا الدهون دي تطلعوا منها gross factor أو عامل نمو وبيعبوها في أمبولات معينة بناخد الأمبولات دي وبنبدأ إحنا نحقنها في الشعر في منها حاجات مخصوصة للشعر في منها حاجات مخصوصة للوجه بتعمل في الوجه طبعا نظارة وتحسن كبير في علاج التصفغات والندبات وبتعمل في الشعر تحسن كبير في التساقط بتمنع التساقط وتقلله كتير بتبدأ تطلع شعر جديد الشعر اللي بيشكوا مش عارهم مش بيطول بتبدأ يطول الشعر بمعدل كويس في الفترة العلاج بتبقى زي جلسات البلازمة برضو جلسة كل شهر طبعا جلسات الميزوثيرابي بتبقى جلسة كل أسبوع لو حد عايز يلجأ لجلسات الميزوثيرابي إنما جلسات البلازمة أو الخلايا الجزعية جلسة كل شهر ممكن يحصل ميكسينج في التكنيكس إن احنا نخلط الحاجات دي كلها في جلسة واحدة أو يستفيد بها كجلسة واحدة في كل شهر عن طريق الميكس التكنيكسي حلو طب حتى علاج الخلايا الجزعية أي شخص يقدر يتجه لهذا العلاج ما فيه أي شروط أو موانع أي حد يقدر ياخذ العلاج ويستقيب لي إن شاء الله حلو ممتاز طب خلينا كمان نتكلم نرجع للموضوع العادات بما أننا نحن نسوي أشياء مرة كثير في حياتنا أحيانا بتكون خاطئة أو أحيانا صح وما نعرف بالنسبة للإستحمام فيه الكثير لما تقرأ يتيجي مقالات يقول لك استخدم الموايا الحارة لا كثير يستخدم الموايا بباردة يتروش بموايا حارة بس قبل لا تطلع أهم شيء موايا باردة عشان المسامات فما نعرف صحة المعلومات هذه بالضبط مين نسمعه؟ هو شعر الميا الحارة جدا طبعا إهلاك للشعر إهلاك قوي للشعر إهلاك قوي للبشرة فبنقول نحن نقلل الميا الحارة أو نخليها ميا فاترة أو دافية بحيث أنه ما يحصلش تساقط آآ الميا البردة في النهاية ممتازة للمسامات للوجه ممتازة للشعر آآ فبنقول فعلا أنه الميا الحارة جدا ممكن تعمل تساقط تكون سبب من أسباب التساقط آآ طبعا من الأسباب أيضا للتساقط الشعر عند البنات كتير استعنمال السشوار آآ والبيبليس وشد الشعر بيهم وتعرض الحرارة عالية آآ كمان آآ السبغات السبغات الكيراتين البروتين كلها مواد كيميائية كلها مواد مهلكة للشعر آآ المفروض لو هنلقأ ليها نلقأ ليها كل سنة مرة آآ ما نبقاش كل ما يطلع لون عايزين نعمله أو كل ما تطلع آآ شيء جديد من أنواع البروتين لفرد الشعر عايزين نعمله آآ بنحاول نقللها قدر الإمكان على على حسب الاستطاع حالو فيه سؤال على الأسماء السي يقول هل أقدر أخلط من علاجين في العيادة مثلا يكون فيه بلازما أو ميزو ثيرابي أو بلازما أو خلايا جذعية آآ نخلط بين العلاجات ناخد الميكسة تكنولوجي داود بيجيب نتائج أفضل كمان من إحنا نستعمل نوع واحد حالو طيب فيه اتصال نشوف نقول ألو مساء الخير ألو مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام هلو سهلا لو سمعت أقدر أوجه سؤالي الدكتورة بس أسأل هل ممكن الإنسان يعمل تغذية طبيعية لشعره من خلال مثلا عمل زيوت معمولة مع بيض يحط على الشعر لفترة يكون دي تغذية طبيعية ولده شيء خلط وشكرا لحضرتك أي مسكات طبيعية ممكن تبقى ممتازة للشعر بس طبعا زي ما بنقول نحن ما بنخليهاش طول اليوم نحطش الزيوت على شعرنا طول اليوم وننام بيها ونصحى بيها يبقى قفلين المسامات في حاجات كتير كويسة للشعر زي التوم والبصل طبعا تدي ريحة عظيمة فواحة فواحة ممكن بس هي فعلا مفيدة للشعر فعلا يعني لو الراجل أو خدت المية البصل ومية التوم دي حطتهم على فروة الراس بيبقى في تحسن فعالة فعالة لكن صح الروائح هيبقى صعب تحملها صعب تحملها وصعب أنها تروح من الشعر الزيوت الأفوكاتو الخلطات الطبيعية فيه خلطات كتير طبيعية يقدر الواحد يلقى لها بس عايزة لها استمرارية طويلة وعايزة لها نفس طويل في العلاج والواحد يتحمل الروائح بتاعة الزيوت وبتاعة الثوم أو البصل أو كل الحاجات الطبيعية اللي بتقدر نحنا ينمو بيها شعر جديد أو يوقف تساخطين حلو ممتاز طيب دكتورة من أول نتكلم عن الناس اللي هما فعلا قادرين على أنهم يتجهوا للعلاجات هذه طب إذا شخص مر عليه أكثر من عاشرة سنين حتى بصيرات الشعر راحت ما عاد فيه كيف ممكن يعني يتصرف في هذه الحالة نا بنقول طبعا كمفلاج يعني حاجة بتغطي المنطقة اللي هي حصل فيها الألوبيشيدات أو الصلع أحيانا الناس ما بيكونش عندهم حتى الرم اللي هو ورا اللي هو نقدر ناخد منه شعر عشان نزرعه قدام الشعر ما فيش شعر كافي يعني احنا بناخد من ألف لثلاث ألاف شعر من ورا الرأس لأن المنطقة بتاعت خلف الرأس ديت الشعر فيها ما بيكونش متعرض بنسبة كبيرة للتستوستيرون أو الدايهايدو التستوستيرون أو الألف ريداكتاز إنزيم وبالتالي دوت هو الشعر الوحيد بنقدر ناخده بنعمل زرعه فوق في الرأس الشعر دوت بيحصل له في خلال ساعة يعني بيوصل له دم في خلال ساعة ويبدأ يحافظ على الشعر دوت أو يفضل موجود لو الشعر ده مش موجود في خلف الرأس بنلجأ طبعا للوينغز اللي هي الباروكة أو الحاجات الصناعية أو الهات أو الطائية يغطي بيها رأسه إنما بيكونش فيه طبعا فايدة من أو نتيجة لزراعة الشعر أو يعرف يلجأ ليها ممتاز يعطيك ألف حافية دكتور عزة شكرا لك أكيد على الاستضافة الحلوة هذه دايما صراحة بتنورينا في استوديوهاتنا طبعا أكيد أحب أذكركم مرة ثانية بطرق التواصل مع عيادة شمس لحجز موعد أو استفسار معين 054202066 0126733293 أو 0126733292 هذه إرقام التواصل أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالدكتور عزة بالنسبة لسناب شات DRAZZASALEM والإنستجرام DR.AZZASALEM موقع عيادات شمس في طريق الملك مدينة جدة تحديدا تقاطع شارع حراء جنبانكسامبا إن شاء الله تكونوا استفدتم من حلقتنا لليوم عن تساقط الشعر تقدروا ترجعوا سمع الحلقة أكيد مرة ثانية على قناتنا في اليوتيوب ALIF ALIF FM كنت معكم أنا سامية البيروتي في أمان الله موسيقى ترجمة نانسي قنقر